بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات في الصف الثاني الثنوي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات من سورة البقرة نأخذ أهداف الدرس من أهداف الدرس أولا طلبه الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك من يقرأ المسلم أو المسلم كتاب الله عز وجل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وكذلك تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا استعاذ في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا البسملة وتكون بسمة في أول السور كما أنها تجوز في وسط السور ولا تجوز البسمة في أول سورة التوبة وأيضا تحسين الصوت بالقرآن الكريم والقراءة بتدبر وخشوع والتسبيح عند آيات التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد والاستعاذ بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي يبغي لكل مسلمين ومسلمين يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات نرجو بجميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابع مانا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم أهم الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل كلمة قالوا بل نتبع ما ألفينا كلمة ألفينا ألفينا وأيضا في قوله سبحانه وتعالى كلمة كمثل الذي كيف تقرأ ينعقو 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 وأيضا في قول الله عز وجل كلمة فمن يضطر هنا النون بكسورة فتقرأ فمن يضطر يلاحظ أن بعض الطلاب والطالبات هو بعض الذي يقرأ يضمن النون في كلمة فمن يضطر فهنا رواة حفص عن عاصم في كسر النون فمن يضطر فمن يضطر غير باغ ولا عاد بعد ذلك نأخذ إياكم بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ كلمة أنزل هنا هذا الحكم من هو هذا الحكم من يعرف أحسن الإخفاء حقيقي نون ساكنه أتى بعد الزاي والزاي من حروف الإخفاء الحقيقي أنزل أنزل أيضا في كلمة آباءنا آباءنا هذا مد منع هذا المد نقول مد موتصل لكن هذا الكلمة اجتمع فيها مدان مد بدل أو مد متصل لكن المد متصل أقوى من المد البدل ولهذا يقدم على المد البدل فأقوى المدود فلازموا فمتصلون هنا آباءنا فنتكلم عن المد المتصل آباءنا يمد كم حركة؟ أربع أو خمس حركات وسببه ما سببه؟ ما سببه؟ أن يعرف سببه الهمز سبب الهمز وحكمه وجوب المد نأتي بعد ذلك إلى حكم آخر في قول الله سبحانه وتعالى شيئا ولا يهتدون شيئا ولا تلاحظوا معي هنا تنوين ما نعرض الحكم فنقول تنوين أتى بعد الواو والواو من حروف إن يعرفوا الواو من حروف الإدغام أي إدغام؟ أحسن إدغام بغنة إدغام بغنة شيئا ولا يهتدون وأيضا من أحكام التجويد في قول الله سبحانه وتعالى بما لا يسمع إلا دعاء دعاء هذا مد من هو هذا المد؟ من يعرف؟ فضل أحسن مد متصل مد متصل دعاء طبعا إذا مد متصل هنا منون بعده دعاء هذا مد عوض آخر شيء لكن هنا المعنى مد متصل دعاء يمد أربع أو خمس حركات وإذا كان متطرفا يمد كم حركة؟ ست حركات هذا مد متصل نأتي بعد ذلك إلى حكم آخر في قوله سبحانه وتعالى صم بكم صم بكم صم تلاحظوا معي هنا ميم صغيرة هذا المددل على أن هناك حكم ألا وهو من يعرف؟ الإقلاب أحسنتم الإقلاب الإقلاب والقلب طبعا الإقلاب والقلب هنا تسمية لا مشحة بالاصطلاح القلب تسمية متقدن والإقلاب تسمية متأخرين صم بكم هنا مد هنا إقلاب نقول إقلاب نأتي بعد ذلك حكم آخر في قوله سبحانه وتعالى إن كنتم إن كنتم هذا الحكم ما أنا وهذا الحكم من يعرف؟ نقول مد مد ولا حكم؟ حكم نقول نون ساكنة أتى بعد الكاف والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي والإخفاء الحقيقي يأتي في كلمتين وفي كلمة هنا في كلمتين إن كنتم ويأتي في كلمة أخرى كلمة واحدة كنتم هنا إخفاء حقيقي وإن كنتم إخفاء حقيقي نقول إخفاء حقيقي يأتي في كلمة وفي كلمتين نأتي بعد ذلك حكم آخر في قوله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه فلا إثم عليه هنا هذا مد ما نعهد للمد مد منفصل ومتصل نقول مد منفصل فلا إثم عليه مد منفصل نأتي بعد ذلك حكم آخر في قول إن هنا نوم شددة تغن كم حركة بمقدار حركتان إن الله هذه بعض أحكام التجويد هذه بعض أحكام التجويد في هذه الآيات نأتي بعد ذلك إلى قراءة الآيات نقرأ الآيات مرة أخرى وأرجو أنتبه معي حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بعد هذه القراءة نأخذ وإياكم أهم علامات الوقف في المصحف الشريف من علامات الوقف آباءنا تلاحظوا معي هنا جيب وهو وقف جائز والوقف كافي فالقاري يقف على هذه لكن نقول يجد الوصل لكن يستحب القاري أن يقف على كلمة آباءنا ووقف كافي ونأتي بعد ذلك إلى من علامات الوقف ونداء كذلك كسابقتها هنا جيب وقف جائز ووقف كافي كذلك في قوله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه هنا كذلك وقف كافي على جيب هو الوقف جائز هذه بعض علامات الوقف المصحف الشريف ويستحب القاري أن يقف عليها لكن يجوز نقول يجوز الوصل يجوز الوصل بعد ذلك نقرأ الآيات مع ترديدها نرد الآيات وإياكم نستمع مع الآيات مع الترديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كبثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ننتهي من تردد الآيات هذه قراءة نأخذ هنا بعد هذا القراءة لو سألناكم هل هنا قلق لهنا من يعرف نعم هنا قلق له إذا وقف القارئ على قوله سبحانه وتعالى كمثل الذي ينعق إذا وقف على القاف هنا ساكن والقلق له لا تقلق إلا إذا كان ساكنا ولهذا يقول إبا ابن الجزاء رحمه الله وبيهم قلق لنسك ويكون في الوقف كان أبيض فوقف القارئ على كمثل الذي ينعق مع أن الوقف هنا يعني إذا كان وقف اضطراري وليس اختياريا أو اختباريا وقف اضطراري أو اختباريا أما اختياريا فهنا ليس هناك وقف لكن لو اضطر القارئ أو اختبر القارئ فيقف هنا بالقلق له كمثل الذي ينعق وأيضا في قوله سبحانه الله كما ما رزقناك هنا قلق له هنا القارئ فيقاف قلق له القاف هنا ما رزقناكم رزقناكم طبعا القلقة لها أحوال إذا كان صغرى كبرى كبرى إذا كان طبعا إذا مشدد الحق إذا وقف على الحق هنا يكون القلق أقوى من غيرها أقوى من غيرها كذلك في قوله سبحانه الله ولا عاد إذا وقف القارئ كذلك إذا وقف اضطراري أو اختباريا فهنا يقف على القلق له ولا عاد بعد ذلك لو سألناكم كم حرف القلق له من يعرف؟ أحسن حرف القلق خمسة حرف مجمعة في قوله قطب جد قطب جد من ضمنها الدال وكذلك القاف هذه حرف القلق حرف القلق كذلك هنا القارئ إذا بغير يتلو يستمع المصاح المرتله ويتابع معها ويتابع معها حتى بذل لا تكون التلاوة خال من الأخطاء ولا يقرأ القارئ مباشر حتى يستمع إلى أحد القراءة أو ينضم إلى أحد الحلقات حتى تكون التلاوة خال من الأخطاء وهكذا انتهينا وإياكم من الآيات من سورة البقرة ونؤكد على الطلاب والطالبات ونراجع تلاوة الآيات حتى بذل لا تكون التلاوة خال من الأخطاء في الختام نشكركم على حسن استباعكم إلى درس آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته